أريد أن أحيي الأمين العام للجامعة العربية وأحييكم أيضاً كل المجلس، أعضاء المجلس وأحيي الصحفيين والصحفيات المتواجدين هنا أريد أن أقول أن سعيد جداً بالعودة إلى مقر الجامعة العربية بعد عشرين سنة أريد أن أحيي الأمين العام وأعزائي الحضور بهذه الفرصة السانحة لكي أتكلم لكم ونحن فخورون جداً في البرازيل بالعلاقات التاريخية والثقافية التي تربطنا مع العالم العربي ونحن نعترف ونقيم المساهمة الكبيرة لبلدنا وإلى التقدم الإنسانية جمعاً فإن البرازيل هو البلد الأول في أمريكا اللاتينية الذي يحظى بعض مراقب في الجامعة العربية وأنا كان لأشارف أن أكون الرئيس الأول البرازيلي الأول الذي يحتل هذه المنصة وذلك في 2003 فإن التزام الجامعة العربية في تحقيق الاستقرار والتنمية يجعل من هذه المنظمة مهمة جداً وصوتها مهم جداً فيما يخص القضايا المهمة في العالم ونحن نريد أن ندعم العالمية مبدأ العالمية في إطار سياستنا الخارجية ونريد أن نعزز ونعمق شراكتنا مع الجنوب العالمي الذي نشارك معه وجهات النظر والقيم والتحديات والتطلعات والزيارة اليوم إلى المصر والجامعة العربية فهي التضاف إلى الزيارات التي قمت بها إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وهي تعكس رغبتنا في استرجاع الحوار والتعاون مع المنطقة ولدينا تمثيليات دبلوماسية مقيمة في 18 من مجموعة 22 بلد التي تكون الجامعة العربية ونريد أن نستغل هذا الإرث إرث المؤتمر أمريكا الجنوبية والبلدان العربية واستغلال الطاقة الكامنة في التجارة في الاستثمار في البيئة في العلوم والتكنولوجية والثقافة والتعاون من أجل التنمية فإن قوة العلاقة بين البرازيل والبلدان التي تكون الجامعة العربية فهي متواجدة أيضا في حجم التبادل التجاري فإن هذا الحجم الإتاجي الذي كان 5.4 مليار دولار في 2003 ارتفع إلى 30 مليار دولار في 2021 وهذا مصدر ريضانة والتفاؤل في تعزيز علاقاتنا الآن في خلال ولاية الحالية البرازيل الحالية لجي عشرين فنحن نعطي الأولية إلى الإدماج الاجتماعي والقضاء على الجوع والقضاء على الفقر والتشجيع التنمية المستدامة والتنقل الطاقوي وكذلك إصلاح المؤسسات الدولية ومؤسسة الحوكمة الدولية وفي 2025 و2030 سوف نعقد في البرازيل كوب 30 المتعلقة بتغير المناخ وأود أن أعاول على المشاركة الكبيرة للبلدان العربية في مدينة بيلين في قلب الأمازون لهذه المحادثات المهمة وفي العام المقبل أيضا سوف نعقد قمة البريكس بمشاركة ثلاث بلدان عربية وهي العربية السعودية مصر والإمارات العربية المتحدة وكذلك من خلال البنك التنمية الجديد بين دي بيه ودخول أعضاء جديدة سوف نستمر المساعين لجعل البريكس قوة مهمة في عالمنا الحالي سيدتي سادتي أنا أزور مصر في وضع حزين في قطاع غزة وفي زيارة الأخيرة إلى الجامعة العربية فتكلمت عن مبادرة العربية من أجل السلام وكانت خيار متوازن لتحقيق السلام في المنطقة وعلى غرار المبادرات الأخرى التي سبقتها فهذه المجهودات فكانت للأسف بدون جدوى وإن هجوم حمس في 7 أكتوبر ضد مدنيين إسرائيليين فليس له مبارر ويستحق التنديد من البرازيل ولكن الرد الغير متناسب لإسرائيل فهو غير مقبول ويشكل مأساة كبيرة في العالم الحالي وإن الضحايا البشرية والمالية والمادية فهي لا تعاوض ولا يمكننا أن نقبل كل ما يحدث وهذه الضحايا ففي غزة مثلا هناك 30 ألف ضحية من نساء ورجال ومسنين وأطفال و80 بالمئة من السكان غزة فيعانون من الجوع والحرمان والصحة مشاكل في الصحة والوضع في الضفة الغربية أيضا فهو موضع خطير ولا يمكن قبوله وفي الوقت الذي يحتاج الشعب الفلسطيني إلى القوة وإلى الدعم فقررت عدة بلدان أن تقف المساعدات المقدمة إلى منظمة أونروا ونحن يجب علينا أن نقوم بالتحقيقات الصحيحة ولكن بدون أن نشلل أشغال هذه المنظمة وبالتالي فالفلسطينيون وجردانيا والسوريا ولبنان فهم يعانون من هذه القرارات وبالتالي فهذه القرارات الخطيرة والجبانة عليها أن تقف وسوف تقوم حكومتي بمساعدات مالية لمنظمة أونروا ونحن نحث كل البلدان أن تحتفظ بمساعدتها لهذه المنظمة وإن المهمة الأولوية هو أن نتوصل إلى وقف إطلاق النار بدون شروط وذاكرة وتحرير رحائن وإن الصراع المستمر في فالسطين فهو يتعدى منطقة الشرق الأوسط لأن تأثيراته سوف تؤدين إلى سيناريوهات مرعبة ونحن نقترح أن يكون الحل على مستوى المجلس الأمن بدولة فلسطينية ودولة إسرائيلية تعيش سلميا ونحن ندعم أيضا القرارات التي تندد بالانتهاكات المتتالية والإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل وبالتالي فإن الأعمال الأرضية التي تقوم بها إسرائيل في رفح فتمثل أيضا كارثة جديدة وهي تعكس وبالتالي فمن الملحة أن نقف وهذه العمليات سوف لن يكون هناك السلم إذ لم يتم تحقيق دولة فلسطينية تعيش بحدودها وأن نحقق السلم أيضا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية وبتالي فالقرار خلق أو إنشاء الدولة فلسطينية فتم اتخاذه منذ 75 سنة من الأمم المتحدة ليس هناك مبرر لكي نمنع فلسطين من الدخول إلى الأمم المتحدة وإن إعادة المشاورات المشاورات السلم فهي قضية عالمية فهي قضيتنا لذلك أتمنى والسلام وأرفاهي لكلنا أريد أن أختتم قائل أن البرازيل سوف تستمر في الأعوام القادمة الدفاع على الاعتراف بدولة فلسطينية دولة ذات سيادة ليس فقط من قبل الأونو الأمم المتحدة ولكن بناء الدولة فلسطينية باحترام كل القرارات الأممية وأريد أن أشكر الجامعة العربية وأريد أن أقول لكم وأعبر عن أهميتكم في هذه المسيرة ومهمتكم الكبيرة لكي تمارسوا نفوذكم في العالم وتقومون بخلق الحوار وبناء الحوار لكي نعيد الحوكمة العالمية ونعيد حوكمة الأمم المتحدة لكي يكون هناك حوكمة جديدة لأنه من غير المعقول ومن غير المقبول أن تتحكم الأمم المتحدة من بلدان يعني من أقلية من البلدان إذن من المهم أن العالم تغير وأن الجسية ستغيرت وأن البلدان أصبحت أكبر وأهم ليس هناك أي مبرر مثلا للقارة الأفريقية أن لا يكون لها أي ممثل يمكن لثلاثة أو أربعة بلدان أفريقية مثلا أمريكا الجنوبية أيضا ليس لها أي ممثل في المنطقة ليس هناك أي مبرر للهند مثلا وألمانيا أن لا يكون لها ممثل بالتالي علينا أن نرفع عدد البلدان في مجلس الأمن تابع للأمم المتحدة ويجب علينا القضاء على حق الفيتو ونفكر بجدية في إطار الأمم المتحدة في مجلس الأمم المتحدة لتحقيق السلام لأن من يقوم بالحرب ومن يصنع السلاح ومن يبيع السلاح ومن يقوم بالحروب هم البلدان الأعضاء للأمم المتحدة كان الأمر كذلك في العراق كان الأمر كذلك في ليبيا وحتى روسيا فقامت بغزو أوكرانيا بدون تشاور بأي بلد آخر وكان قرار أحادي بالتالي علينا أن نجبر إسرائيل الآن أن تحترم بالقرارات المتخذة في الأمم المتحدة لذا أتيت هنا لكي أعبر لكم عن عزمي للدفاع عن السلام لأن السلام هو الحل الوحيد وهي الوسيلة الوحدة بحوزتنا لتحقيق التنمية وتحسين معيشة الناس وجئت هنا أيضا لأعرب عن تضامني مع الشعب الفلسطيني لأن أنا أدافع منذ وقت كبير في حق الشعب الفلسطيني لإنشاء دولته وجئت هنا لكي أعيد هذا القرار نحن نددنا حماس ولكن يجب أن نندد ما تقوم به إسرائيل نحن ضد الحرب البرسيل ليس لديها أي نزاع مع أي بلد آخر ونحن نظن أن نهاية الحرب سوف تسمح لنا ببناء عالم مبني على السلام وبذلك أشكركم وأريد أن أقول لكم للسلام لنا كلنا وشكرا جزيلا شكرا جزيلا